موسيقى ألم بكم إلى أخبار يرياضة من قناة الجزائر الدولية بداية حققت حاد الجزائر أمس فوزا ثمينا بثنائية لهدفها على حساب موظيف يونغ أفريكانزا التنصاني في ذهب نهاء كأس الكاف بإداري السلام وتقدمت حاد الجزائر في النتيجة عن طريق أيمن محيوس في الدقيقة الثانية والثلاثين برأسية محكمة ليتوصل بعدها الضغط من الجانبين إلى غاية الدقيقة الثانية والثمانين حيث تمكن أصحاب الأرض من التعديل وبعدها بدقيقتين ضعف إسلام أمريلي نتيجة للنادي الجزائر مانحا إياه الفوز خارج الديار ليقترب بذلك اتحاد الجزائر خطوة من النجمة الأولى الإفريقية هذا وحلت بعثات اتحاد الجزائر صباح الأثنين بالجزائر بعد العودة بفوز مثير في ذهب نهاء كأس الكاف لتباشر تحذيراتها لإياب النهاء الذي سيلعب بالجزائر العاصمة في الثالث من جوان الداخل تمكن المتخب والتونسي من التأهول إلى ثمن نهاء كأس العالم تحت عشرين عاما رغم هزيمته الدرامية أمام الأرغواي بهدف يتيم في اختام منافسات المجموعة الخامسة واكملت نسور قرطاج رحلة دور المجموعات في المركز الثالث برسيد ثلاث نقاط أو ثلاث نقاط إلى أنها افتكت ورقة العبور إلى الدور الثاني من المونديال الذي تحتضنه الأرجنتين بعد خسارة هندوراس المجموعة السادسة أمام الديوك الفرنسية بثلاثة أهداف لهدف يتيم علما أن المتخب التونسي كان يحتاج إلى تعادل الهندوراس أمام فرنسا أو فوز المنتخب الديوكي بفارق لا يتجاوز ثلاثة أهداف حتى يقتطع ورقة التأهل كواحد من أفضل المنتخبات التي حلت المركز الثالث للإشارة فإن تونس تواجه البرازيل في الدور المقبل تمكن وصيف الدورية الإنجليزية الممتاز نادي أرسونال من إنهاء الموسم بفوز عريض على ضيف وولفر هابتون بخماسية نظيفة وشهدت الجولة الأخيرة من البريمير ليك خسرت البطل منشستر سيتي بهدف وحيد أمام برينتفورد كما تمكن إيفارتون من ضمان البقاء ضمن حضيرة الكبار بفوزه الحاسم على بورمورث بهدف يتيم فوزه رفع رسيد الفريق إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر بفريق نقطتين على اللايستر الذي ودع رسمياً أنديات البريمير ليك على الرغم من فوزه على وايست هام بهدفين مقابل هدف أعلن نادي تيرسي الإنجليزي تعاقده رسمياً مع المدرب الأرجنطيني موريسيو بوكوتينيو لعامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي ليكون المدرب السابق لباريسان جيرما وتوتنهام خليفة لومبارد الذي تولى زماماً أمور مؤقتاً بعد إقارة جرام بوتر ويعول أشاق البلوز وإدارة النادي على بوكوتينيو لإعادة أمجاد النادي بعد موسم مخيب أنهاه تيرسي في المركز الثاني عشر برسيد 44 نقطة إيطاليا ضمن التأهل لإداء ميلان تأهل لدور أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد فوزه بهدف دون رد مما مضيفه يوفنتوس في رقاء الجولة السابعة والثلاثين من الدور الإيطالي ما مكن زملاء الهدف أوليفي جيرو من حدز مقعد مؤهل لمسابقة ذات الأذنين الموسم القادم هذا وقبل جولة واحدة عن ختم الكالتشو ويملك ميلان صاحب المركز الرابع 67 نقطة بفارق 6 نقاط على طالنطة خامس الترتيب بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع ولديه 59 نقطة وبهذا سيلتحق ميلان بغريمه إنتر والاتسيو في دوري الأبطال الموسم المقبل تمكن نادي برشلون من التغلب على ضيفه ريال مايوركا بثلاثية نظيفة أبس لحد في الجولة 37 من الليغة الإسبانية وسجل لبطل الدور كل من أنصفات في الدقيقتين الأولى والرابعة والعشرين قبل أن يضيف غافي الهدف الثالث في الدقيقة السبعين المواجهة عرفت توديع عن صالب لاوغران لكل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين سيغادران النادي نهاية الموسم للإشتراف أن النادي الكاتالوني قد خاض مباراتي الأخيرة في الكامبنو حيث سيتوجب على شبال شافي خوض مباريتهم داخل الديار الموسم المقبل بملعب الويسكومبانيس الأولمبي بسبب أعمال الترميم والتوسع التي سيشهدها الكامبنو اختبوا أخبار الرياضة قدمناها لكم من قناة الجزيرة الدولية للمزيد من الأخبار تابعون عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة